ينضم معنا من المنامة الخبير الأمني والمحلل السياسي بدر الحمادي مرحبا بك سيد بدر تصريحات المالكي المحسوب على إيران بين القوسين في أي سياق تقرأونها وهل كان مجرد ملق لما يريد غيره أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله طبعا المدعو نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقية هو شخص أعتقد وأجزم أنه لا يعلم بالمواثيق الدولية ولا بشؤون الدول ذات السيادة فالتصريحة ليس يفسر على ثلاث أمور ليس من مواثيق القوانين الدولية وجنيف ومعهدات جنيف وحسن العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة من الناحية السياسية هو يكرس ويعطي شهادة ويدمقها بتصريحها الرسمي أن هؤلاء المدانون في مملكة البحرين بغضايا إرهاب وقتل رجال الأمن والذين يعملون على تعكير صفو الأمن والأمان في مملكة البحرين بعمليات إرهابية أنهم مدعومون ومتدربون وممدودون بالسلاح كما قبض عليهم في أدة عمليات أمنية أن هناك تهريب كثير من الأسلحة والمتفجرات من العراق وإيران فهذه شهادة أن هؤلاء المسؤولين في النظام الحالي في العراق الذي ممكن حتى بين قوسين المحتل العراق اللي أصبح ليس عربي بل أصبح تحت النظام الفارسي الصفوي من قم وطهران فهؤلاء يعطون شهادة أن هذا النظام العراقي الحالي ليس إلا هو ذراع من أذرعة الحرس الثوري الإيراني أما على المستوى الأمني والإرهابي فهؤلاء كانوا ومعظهم من الذين اعترفوا أمام المحاكم الرسمية التي أعطتهم وكفلت لهم جميع الحقوق الدفاع عن حقوق الاتهام والمتهمين كبراءة لهم حتى يدانون أن معظمهم تدربوا في معسكرات أما في العراق أما في إيران وهناك اتصالات مباشرة وتنويل مادي ولوجستي ودعم أعلامي رسمي وشعبي من منظمات إرهابية تديرها هذه المنظمات الشبه الرسمية مثل نوري المالكي أنهم مدعومين فهؤلاء أذرع لهذه الأنظمة الإرهابية في طهران وبغداد فأعتقد أن نوري المالكي لا يحق له التدخل في شؤون مملكة البحرين ولا أي دولة صاحبة سيادة بل هو يجب عليه أن يصحح وضعه السياسي والسيادي في الأراء قبل أن يتدخل في مملكة البحرين أو أي دولة خليجية عربية فهو لا يملك سيادة ولا مسؤولية نعم حول تصحيح وضعه المالكي تحدث باسم العراقيين جميعا بزعمه في هذه التصريحات والجميع تذكر أن منظمة Human Rights Watch أصدرت تقارير تدين ارتكام ميليشيات الحشد الشعبي لمجازر طائفية ضد السنة هذه المجازر تحدث على مرأة ومسمع الحكومة العراقية ولا أحد منهم عرض على القضاء يعني وإذا أخذ كلام المالكي بعين الاعتبار ضد داعش لا مبرر لها إذن حسب يعني كلامه إذا ما سلمنا جدلا به يعني أين المالكي من كل هذا ما يحصل في العراق أخي الكريم والمشاهدين جميعا العراق ليس دولة الآن حسب الدستور العراقي ليس دولة عربية شطبة من دستور العراق جمهورية العراق العربية أنها عربية وأصبحت بلد محتل من النظام الإيراني وإذا كان يتكلم عن حقوق الإنسان فقبل قليل تكلمت عن 24 معتقل ليس برسمي وليس بشرعي يعذف فيه الأبرياء والمواطني أو إذا كان يتكلم عن التشريد والملاحقة وعدم العدالة وعدم العدالة فكل هذه الأمور اللا إنسانية اللا حقوقية التي لا يرضى عنها دين الله عز وجل سواء الإسلام أو كتب السماوية تطبق كل الجرائم اللا إنسانية في العراق أما المدعو نور المالكي فهذا إنسان فاشل ولا يستطيع أن يتكلم إلا بلسان وأبواق العداء فعليه أن يصحح ما هو بالداخل في العراق وأن يجعل للعراق كرامة ولشعبه كرامة وأن يرجع العراق عربيا من جديد وأن يصرون الأمن والأمان داخل بلاده قبل أن يتطاول على الدول صحاب السيادة ولهم الحرية ونحن كشعب البحرين راضون بهذه الأحكام العادلة وراضون بحكامنا وراضون بالقوانين التي تطبق ضد الأرهاب وضد ممثلين نور المالكي وأذرعه التي تريد أن تضربنا بالأرهاب فنحن نرفض بتاتا تصريح الصلاة المجالة الخارجية العراقية وتصريح نائب رئيس الجمهورية نور المالكي وأي شخص يريد التدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين شكرا لك فهو لا يبثلون لأنفسهم أما الشعب البحريني فهو شعب ذو سيادة ومملكة البحريني لها السيادة على شعبها ولها الحق على أي شخص أن يكون على عرضها أن تحاكمه في حالة المخالفة وتجاوز القوانين سواء كان قانون وضعي أو مدني أو إرهاب بادر الحمادي الخبير الأمني والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الأقمر الاصطناعيين من المنامة شكرا جزيلا لك